بسم الله الرحمن الرحيم معاك والمهندسة سماح عبد الفتاح كل سنة وانتوا طيبين وان شاء الله سنة سعيدة مليانة بالتوفيق والتفوق ليك وكلكم النهاردة هنبدأ شرح اول درس من دروس الساينس لصف الاول الاعدادي وزي كل سنة دايما بقول لكم الساينس السنة دي لطيف ولزيز وسأل الحقيقة اي حاجة نفهمها ونذاكرها مفيش حاجة اسمها دي مادة صعبة المهم نفهمها هتبقى سهلة جدا ان شاء الله طيب يلا بينا نبدأ يونيت 1 في المعاصر زي ما اتفقنا احنا دايما بنشرح من كتاب المعاصر للناس اللي بيتابعونا اول مرة يونيت 1 اسمها matter and its construction matter and its construction يعني المادة وتركبها وفي اليونيت دي هناخد 3 لسونز number 1 matter and its characteristics المادة وخصائصها matter and its characteristics number 2 matter construction تركيب المادة number 3 atomic structure of matter التركيب الزري للمادة matter construction atomic structure of matter حد هيقول لي دا الكلام كده شكله صعب لا دا كلام لطيف جدا جدا وحنشوفه مع بعض ويلا بينا نبدأ lesson number 1 طيب lesson number 1 قلنا matter and its characteristics المادة وخصائصها characteristics يعني خصائص طب تعالوا نتكلم احنا قبل كده قلنا what is meant by matter يعني ايه كلمة matter اي حاجة around us on the earth's surface is called matter اي حاجة حوالينا اقدر اطلق عليها كلمة matter matter يعني مادة يبقى everything around us on the earth's surface is called matter ايه تاني طب ايه اللي بيميز المتر any matter has a mass and volume اي مادة لازم يكون لها mass and volume يعني ايه يعني كتلة وحجم اكي any matter has mass and volume طيب يبقى لو بصينا لأي حاجة around us تبقى اقدر اقول عليها matter اكي البوك ده ايه has mass and volume يبقى اسمه matter البن has mass and volume يبقى اسمه matter التشير has mass and volume يبقى اسمه matter انا i have mass and volume يبقى انا matter اكي تعالوا نشوف definition of mass with definition of volume اكي طيب هنا بيقول لي mass it is the amount of matter that the body contains كمية المادة اللي داخل الجسم اكي المس هي كمية المادة اللي داخل الجسم amount of matter that the body contain اكي طيب ودي ال unit of mass is a gram or kilogram gram or kilogram كي دي الميجرين unit يعني اجي اتكلم على الماث اقول 5 اقول 5 اقول 5 اقول 5 gram اقول 5 kilogram كي طيب الفوليوم بقى يعني ايه الفوليوم عشان تبقوا فاهمين الفوليوم يعني الحيز الخارجي للجسم اكي يعني المكان اللي بيشغاله الجسم اكي يعني ايه يعني it is the space that is occupied by the body volume it is the space that occupied by the body الحيز او المكان اللي بيشغاله الجسم اكي طيب الميجرينج يونيت of volume is a centimeter cubed or meter cubed or liter اكي طيب طبعا اللتر للإيه للليكويد والcentimeter cube والmeter cube للإيه للسوليد اكي طيب لان كلمة الفوليوم او الحيز الخارجي دي دايما بقسها بالthree dimension اللينث والويت والهايت اكي اللينث والويت والهايت وعشان كده الميجرينج unit بتاعتها بتطلع cubed اكي يبقى خلاص اتفقنا ان المطر اكي has mass and volume اكي الماث amount of matter that is body contained هي كمية المادة اللي جوه اكي الفوليوم هو الحيز اللي بيشغاله الجسم من برة اكي دلوقتي هنتكلم على properties of matter كلام ده بيج 8 في المعاصر properties of matter خصائص المن اكي the matter can be distinguished from each other by a عندي two kinds of properties اكي عندي physical properties وعندي chemical properties اكي عندي خصائص فيزيائية وخصائص كيميائية physical properties يعني ايه physical properties اللي هي البروبرتز اللي اقدر احددها بال five senses يعني ايه يعني البروبرتز اللي اقدر اميزها بال eye او بال nose او بال touch او بال here او يعني ايه يعني الphysical properties انا اقدر اميزها اكي without entering the laboratory اكي بدون دخول المعمل يعني اقدر اميز الخصائص دي من غير ما ادخل المعمل اكي يبقى بميزها بال five senses اكي انما chemical properties الخصائص الكيميائية للمادة دي لازم بعرفها في ايه in the laboratory في المعمل بقوم بايه بال experiments بتاعتي واقدر اطلع chemical properties تعالوا نشوف ازاي طيب هنا في page 9 فارس الفيزيكال بروبيرتز احنا اتكلم على الفيزيكال بروبيرتز ازاي ما احنا بنقول اننا اقدر اعرف الفيزيكال بروبيرتز بايه 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 طيب نامبر وان كتب لي ايه the color taste and smell اكي الكالر والتاست والسميل دي ايه دي فايزيكال بروبيرتز اكي لان انا اقدر اميز الكالر والتاست والسميل بال بايه بايه طيب نامبر 2 الدينستي دينستي يعني الكسافة الدينستي برضو من الفيزيكال بروبيرتز ليه اقدر اميزها بال five senses اكي اقدر اجيب باسين filled with water وحط ايه different matters اكي اقدر اقول ان اللي هيحصل له float اكي that has a low دينستي واللي هيحصل ل immersing that has a heavy or high دينستي اكي طيب يبقى الدينستي من الايه من الفيزيكال بروبيرتز يعني انا لما شوف البوت ده كده اكي it's made of ايه of wood اكي اقدر اعرف ان الwood has low دينستي ليه لان انا شايفة ان البوت بيحصل له ايه حصل له floating in the water اكي البوت بيطفو على سطح الماء يبقى الحاجة اللي بيحصل لها floating on the water surface دي has ايه has low density يبقى الدينستي من ايه من الفيزيكال بروبيرتز اقدر احددها with my eyes اكي مش محتاجة ادخل اللابوراتوري تمام طيب بيقول لي number three melting point من الفيزيكال بروبيرتز هو هنا جايب ice cubes طبعا اقدر with thermometer كي اعرف هو هيبدأ يحصل له melting at any temperature كي اقدر حدد الملتين point without entering the laboratory يبقى الملتين بوين دي من ايه من الفيزيكال بروبيرتز برضو زيها البويل point نقطة الغلان البويل point اقدر احددها احط الووتر كي وحط ادي له some heat واشوف عند نقطة البويل with the thermometer اقيس البويل point يبقى البويل point physical بروبيرتز كي number five الصلابة الصلابة اقدر حدد اله hardness with my hands بالتتتش كي يبقى without entering laboratory يبقى اله hardness من اله من physical property ايه تاني الي number six electric conduction التوصيل الكهرابي اله electric conduction اقدر حدد اله electric conduction اجيب بالوير اكي connect the wire with the battery and with the lamp اكي حشوف with my eyes الام دي حيحصل الله lighting up ولا لا يبقى انا اقدر اعرف الواير ده conductors or non conductor اكي يبقى برضو electric conduction ده يعتبر physical properties خلوا بالكم من physical properties كويس جدا طيب thermal conduction التوصيل الحراري thermal conduction اقدر اجيب المطر اللي عندي وعرضها للهيت اكي with touch بس طبعا بحذر يعني with touch اقدر اعرف اذا كانت thermal conductor or non thermal conductor كويس يبقى thermal conduction برضو بتعتبر من physical properties كويس نمبر ون هو بتكلم على the color taste and smell اللون والطعم والرائحة color taste and smell it is a property that can sometimes be used to differentiate among different matters or different materials ال property d color will taste will smell i can use it sometimes to differentiate عشان اميز بين different materials المواد المختلفة ايوة في مواد في الطبيعة اقدر اميزها بال color or taste or smell يبقى يبقى والtaste وال smell sometimes used to differentiate اميز to differentiate between different materials اكي في بيتشتن هنا جايبلي بيقول color we can differentiate between iron silver and gold by color ايوة فعلا انا اقدر ادفرينشيت between iron الحديد والsilver الفضة والgold الدهب by color بمجرد ما شوفهم اكي انا اقدر اقول ان ده iron وده silver وده gold اكي يبقى طبعا يبقى عرفنا شفته ازاي ان الcolor دي من الايه من physical property i don't need to enter the laboratory محتكتش ادخل المعمل عشان اعرف ان ده iron وده gold وده silver لا اقدر تميز بالcolor الcolor دي physical property اكي شايفين الصور طبعا ده silver اللي على ال left hand والاي والgold ده الgold اللي عليه على الright hand طبعا زي ما هو كتبلي طبعا انا ادرت افرق بالاي بالcolor اكي with my eyes i can differentiate between silver and gold توري يبقى التست ده ايه التست ده physical property اكي طب smell الريحة we can differentiate between vinegar and perfume by smell اقدر اميز بين vinegar والperfume by smell حشم vinegar اقول ده vinegar وحشم perfume اقول ده perfume اكي يبقى smell from from physical properties برضو انا ما دخلتش اللاب عشان اميز بينهم اميز بينهم عن طريق الاسميل بيولي sub substances have no color no taste and no smell such as water and oxygen gas but they differ from each other in other properties عندي بعض المواد colorless tasteless odorless طيب حفرق بينهم عن طريق ايه another property طيب number two بتكلم على dynasty الكسافة زي ما قلنا dynasty هنا بيقول what is meant by dynasty يعني ايه كلمة dynasty okay look at the following figures and show the mass of equal volumes of different substances okay هو هنا عمل ايه جاب لي same volume شايفين ده ايه ده iron وده ايه ده cork يعني فلين وده ايه وده wood خشب يبقى انا عندي iron الحديد وعندي cork الفلين وعندي wood الخشب okay the same volumes جابت 3 the same volumes طيب انا حطيتهم على الايه هو حطي 3 equal volumes على الايه على sensitive balance okay عشان يحدد الماس okay جاب هنا 1 centimeter cube of iron 1 centimeter cube of cork 1 centimeter cube of wood طب ليه 1 centimeter cube اللي دي unit of volumes يعني دي وحدة الحجوم unit of volumes بيقول لي the mass of 1 centimeter cube of cork is smaller than the mass of 1 centimeter cube of wood لأن الكورك الماس بتاعته أقل من الماس بتاعت الwood طيب لأن the mass of 1 centimeter cube of wood is smaller than the mass of 1 centimeter cube of iron ولأن wood okay less than iron okay يبقى لقى different masses بالرغم ان هما equal volumes ركزوا معايا هما equal volumes لكن لقاهم different masses هي دي بقى dynasty okay يعني يعني بيقول this is due to the different in dynasty ده نتيجة ايه نتيجة للاختلاف في dynasty للاختلاف في الكسافة that is due to the difference in dynasty okay يبقى ايه هي dynasty it is the mass of volume of substance it is the mass of volume of substance يعني هي كتلة وحدة الحجوم من المادة يعني انا اجيب yonet volume وحدة حجوم خلاص احنا عرفنا ايه وحدة الحجوم one centimeter cube اجيب cube كده كل dimensions بتاعته one centimeter one centimeter high one centimeter wide one centimeter length okay يبقى one وone وone يطلعلي one centimeter cube ودي ايه اليون volume okay هشوف الماس يبقى دي dynasty it is the mass of yonet volume of substance okay ومن هنا الماس حلاقيها different from matter to another okay يبقى دي ايه ال dynasty ايه تعريف dynasty the mass of yonet volume of a substance تمام طيب هنا مكملين في المعاصر page 11 من definition بتاع dynasty اللي انا قلته dynasty it is the mass of yonet volume of a substance اقدر اطلع اللو ده او الرول ده dynasty الرمز بتاعها d capital equal mass m capital mass لازم تبقى in gram in gram لازم تبقى الوحدة اللي عندي gram okay over volume d capital ولازم الvolume يبقى in centimeter cube in centimeter cube خلي بالنا حشان حيجب لنا problems okay حنحس انها سهلة وتطبيق فيها مباشر اهم حاجة ان انا check on units لازم اتأكد من units اللي عندي okay الرول اللي عندي بيقول لي ان الماس لازم تبقى in gram يعني لو جاب لي الماس بالكيلو gram احولها للgram okay وبيقول لي ان الفوليوم لازم تبقى centimeter cube عشان لو جاب لي الفوليوم بالmeter cube احوله للcentimeter cube تاني ال density d equal mass m in gram over volume v in centimeter cube يعني تبقى بالشكل ده d equal m over v او divided by v okay d equal m over v okay طيب هنا بيقول لي the measuring unit of dynasty طبعا اللي فوق بالgram واللي تحت بالcentimeter cube يبقى اليونت بتاعت الdenesty تطلع a gram per centimeter cube okay يعني مدام الماس in gram وتحت v in centimeter cube يبقى وحدة d تبقى ايه تبقى gram per centimeter cube طيب what is meant by the density of water is one gram per centimeter cube يعني ايه لما يقول density of water equal one 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 gram per centimeter cube okay ده معناه معناه ايه ان انا لو جبت centimeter cube of water دي ايه دي unit of volume دي وحدة الحجوم اللي انا دايما بستخدمها عشان اقيس الايه اقيس الدانستي تمام centimeter cube ده unit volume اللي انا دايما بجيبه from any substance okay عشان اعرف منه density of this substance okay طيب لما يقول density of water is one gram per centimeter cube ده معناه ان انا لو جبت centimeter cube volume of water لو جبت centimeter cube of water حلاقي الماس بتاعته ايه حلاقي الماس بتاعته one gram حلاقي الماس بتاعته one gram okay اهو this means that the mass of one centimeter cube of water equal one gram equal one gram okay تاني عشان اعرف the dynasty of any matter اجيب ايه هلا اجيب اروح اجيب اي حجم لا طبعا لان انا طبعا لو جبت small volume هيبقى حيديني small dynasty طب لو جبت large volume حيديني large dynasty لا انا عايزة اختار unit volume تبقى سبتة عشان اقيس عندها all dynasty of all matters لازم اختار وحدة حجم سبتة عشان اقيس عندها ال dynasty انا اخترت unit volume بتاعتي centimeter cube يعني لو انا عندي iron wood عايز حدد الدنستي بتاعتهم طيب حد يروح يجيب لي مثلا من iron centimeter cube ويروح يجيب لي من wood meter cube لم ينفعش لو قست كده لو جبت different volumes هتطلع هيطلع لي error هيطلع لي error يعني لو غيرت في volumes ممكن يطلع لي ان wood الدنست بتاعته اكبر من iron وده غلط iron the dynasty of iron is larger than the dynasty of wood طب error ده جالي منين جالي عشان انا لخبط في volume اللي انا مختراها لأ انا عايز اختار unit volume تبقى ثبتة اقيس عندها dynasty of all matters تمام انا اخترت centimeter cube خلاص فلما اجتكلم على اي مطر يبقى انا بتكلم لل dynasty في الاي في centimeter cube تمام طيب هو بيقوللي the dynasty of water is one gram per centimeter cube ده معناه ان الماث of one centimeter cube equal one gram فهمنا هنفهم اكتر مع الشرح طيب هنا بيقوللي notes the dynasty of matter is a fixed value اكي whatever the used volumes or masses differ اكي دايما dynasty of matter fixed value يعني خلاص انا dynasty of water لأت one اكي لو جبت اكي 10 centimeter cube of water حلاق الدين ستي برض one لو جبت one million centimeter cubed of water حلاق الدين ستي برض one اكي طيب لي اكي بيقوللي for example the dynasty of a cube of cover whose volume two centimeter cube is the same dynasty of another cube of cover برضو whose volume is ten centimeter cube طب ازاي ما هقوللك دي حاجة سهلة جدا لان انت لو جب cube of two centimeter cube يعني من الكبر هتلاقي جوا يعني certain amount of mass هتلاقي mass معينة طب لو جبت cube ten centimeter cube حجم بتاعه ten centimeter cube هتلاقي different mass هتلاقي mass اكبر المهم ان حاصل الاسم بين ال-m وال-v يعني m over-v دايما تدي constant value دايما تدي ني ني بسابت اكي يعني تاني ازاي حد يقولي ازاي يعني لو v عندي two centimeter cube اكي ساي مثلا ان انا حلاق ال-m ten ten جرام يعني لو جبت two centimeter cube افتبر ساي ان انا حلاق ال-m ten جرام اكي فلما اقسم ten divided by two تطلع دي equal five حتطلع دي equal five تمام طيب لو جبت ten centimeter cube of cover اكي لو جبت ten centimeter cube of cover حلاق الماس لو جيت يعني احطه على sensitive balance حلاق الماس equal 50 اكي حلاق الماس equal 50 طيب يبقى برضو حاصل الاسم بين ال-m وال-v هيطلع كام هيطلع 50 over 10 او divided by 10 50 divided by 10 برضو حيديني five فهمتو يعني انا لما بجيب different volume اكي حلاق جواها different masses اوكي المهم ان انا لما اجي اعمل division between ال-m وال-v حيديني the same value حيديني the same value وهي دي ال-conistant dynasty اللي انا بقول عليها each matter has a conistant dynasty كل مادة ليها كسافة معينة ما بتتغير اكي each matter has its own dynasty اكي وده اللي هو بيقوله لي the dynasty of a cube of kaber whose volume two centimeter cube is the same dynasty of another cube of kaber whose volume is ten centimeter cube اكي بيقول لي each substance has its own dynasty كل مادة في الطبيعة لها dynasty بتاعتها اللي هي ايه اللي هي conistant اللي هي doesn't change اكي يعني كل substance اكي لها dynasty اكي دايما الـ dynasty بتاعتها conistant ثبتة دايما الـ dynasty بتاعتها doesn't change ما بتتغير اكي طيب i.e the recent two substances have the same dynasty ما فيش two substances in the nature have the same dynasty اكي في الطبيعة ما عنديش مادتين ليهم نفس الدانستي ليهم نفس الكسافة لا each substance has different dynasty يبقى الدانستي دي من ايه من physical property شفتوا ازاي بقى ان الدانستي دي من physical property of the matter كي تعتبر ان الدانستي دي من الخصائص الفيزيائية المميزة للمادة لان each substance has its own density اكي طيب هنا ممكن يجب لي give reason يقول لي equal volumes of different substance have different masses equal volumes of different substances have different masses حتكوني الإجابة ايه due to the difference in density due to the difference in density انا ممكن اجيب equal volumes زي experiment دي equal volumes ولئتها different substances ليه ده جاي من difference in density ده جاي من الاختلاف في الكسافة يبقى equal volumes of different substances have different masses due to the difference in density ده نتيجة للاختلاف في الكسافة ممكن تيجي بصورة تانية بس ليها نفس الانصر برضو equal masses of different substances have different volumes يعني اللي بها لي قولي equal masses الكتل المتساوية equal masses of different substances من المواد المختلفة have different volumes ليها احجام مختلفة برضو نفس الانصر due to the difference in density نتيجة للاختلاف في الكسافة تعالوا هنا هو مبين لنا طبعا جايب two arm balance حاطة iron وحاطة wood حاطة one centimeter cube of iron one centimeter cube of wood يبقى دول ايه equal volumes of different substances كي يعني دي احجام متساوية من مواد مختلفة equal volumes from different substances طب احنا شايفين ايه شايفين different masses بالرغم انهم equal volumes ده ايه due to the difference in density طيب هنا العكس شايفين جاب ايه different volumes كي واحد مثلا اهو half centimeter cube واحد one centimeter cube واحد half centimeter cube واحد one centimeter cube كي طيب لا ايه لا equal masses كي شايفين يعني ادي different volumes of different substance ليهم ايه equal masses كي that due to difference in density يارب تكونوا فهمتوا الحتة دي ايه طيب هنا بعملي التوريانجل الشهير اللي انا دايما بكتب فيه الرولز بتاعتي اكي ايه طبعا انا الرول بتاعي دي equal m over v ال d اللي هي d وال m اللي هي mass وال v اللي هو volume d equal m over v فهمل التوريانجل طبعا ال d هتبقى on right side under the a the line هتبقى تحت على اليمين d وهخلي m فوق وال v تحت عشان تبقى d equal m over v اكي شايفين لو حطينا ادينا على d تبقى m over v يعني في بينهم division اكي ادي d equal m over v ده التوريانجل البتاعي اي حاجة اجي حسبها بقى اكي احط صباية عليها اكي الحاجات اللي هتبقى تحت بعض يبقى بينها division الحاجات اللي هتبقى جنب بعض يبقى بينها multiplication اكي اكي طبعا كلنا عارفين التوريانجل ده يعني لما حط اللانس على d يبقى d equal m over v طيب لو انا i want to calculate m لو عايز احسب m يبقى m equal v multiplied by d عشان الانين جنب بعض اكي ان الحاجات اللي فوق بعض يبقى بينهم division الحاجات اللي جنب بعض يبقى بينهم multiplication يعني m equal v multiplied by d لكن d equal m over v او divided by v طب لو عايز v هحط e دي على v يبقى v equal m over d يعني m divided by d تمام اهو هنا بيقول لو i want to calculate m يبقى v multiplied by d عشان جنب بعض طيب لو عايز v يبقى m over d يعني v equal m over d بس نخلي بقى من اليونت نخلي بقى من اليونت لازم الماس تبقى in gram الماس تبقى بال gram الفوليوم يبقى in centimeter cube in centimeter cube عشان تطلع اليونت او measuring unit of dynasty equal gram per centimeter cube تمام يبقى كده تمام اقدر اطبق الرول بتاعي على طول اللي هو d equal m over v يعني d equal mass divided by volume يبقى 35 divided by 25 تطلع a equal 1.4 ومنساش اكتب اليونت بتاعتي gram per centimeter cube تمام طيب طيب another problem in an experiment for determining the density of a liquid the following results are recorded طبعا انا بعمل experiment عشان احدد ال dynasty okay الحاجات دي اللي انا سجلتها okay the mass of an empty cylinder equal 75 gram الاول لازم اشوف الماث بتاعة السيلندر وهي empty okay عشان انا عايزة اجيب الدنس تي بدقة مش عايزة الماث بتاعة السابستانس او الليكويد only مش عايزة اي ماس تانية تدخل فيها عشان احدد الدنس بدقة okay يبقى لازم اجيب الماث of empty cylinder طيب انا حطيت الماث على السين ستف بالانس اداني 75 gram تمام طب the mass of the cylinder containing liquid equal 135 gram طيب كده الماث كده الماث بتاعة السيلندر plus الماث بتاعة الليكويد تمام يعني انا حطيت دلوقتي الليكويد اللي انا عايز احدد الدنس بتاعته على البالانس اكي اداني 135 gram هل هل دي الماث of liquid لا دي الماث of liquid plus الماث of empty cylinder صح ايوة صح عشان كده البالانس هنا الميزان هنا بيقيد حاكتين اللي هي الماث بتاعة الماث الماث سيلندر مفهوم يبقى انا كده طلعت الماث of liquid only عشان كده كان لازم ان انا من الاول احط الماث سيلندر على البالانس واجيب الماث بتاعتها يعني ممكن يكون حد بيقول هو ليه بيقيس الماث بتاعة الماث سيلندر هقول لك عشان بعد كده اما اجي احدد الماث بتاعة الماث of the liquid الاراية اللي هتطلع زي هي الماث of the liquid plus the mass of the سيلندر وانا عايزة احسب الدنستي بدقة فانا عايزة اشيل الماث بتاعة السيلندر فبسهولة ال 135 عبارة عن mass of the liquid plus the mass of the empty cylinder اللي انا كنت محددها قبل كده انا لو خدت ال 135 وبعدين subtract 75 منها يبقى اتطلعت الماث of the liquid طيب the volume of the liquid equal 100 centimeter cube هو مديني ال volume of the liquid وال a وال unit بتاعته مزبوطة بال centimeter cube تمام طيب calculate the density of the liquid هو هنا في السليوشن بيقول لي the mass of the liquid equal the mass of the cylinder containing liquid subtracted from it the mass of an empty cylinder طبعا احنا قلنا ليه يبقى 135 minus 75 يبقى mass of the liquid equal 60 g gram ده عشان احدد the density بدقة طيب احساب الدنيستي من الرول بتاعي عادي the density of the liquid equal m over v يعني equal 60 over 100 تطلع 0 0 point 6 ومنساش اليونت بتاعتي gram per centimeter cube طيب هنا problem number 3 بيقول لي on determining iron density using a piece of iron whose mass is 78 gram طيب تمام هو مديني mass of iron على طول 78 gram والليونت مزبوطة ايوة مديني الماس بالجرام يبقى اليونت مزبوطة the iron piece is immersed اتغمر اتحطت يعني in 100 centimeter cube of water يعني كان عندي 1 centimeter cube of water ده volume بتاع الwater the water rises up to 110 centimeter cube المية ارتفعت the water rises up to 110 centimeter cube ارتفعت 110 centimeter cube يعني انا لما حطيت الwater في السيلندر كان الفوليوم بتاعها 100 only 100 centimeter cube when i immersed when i immersed the piece of iron لما حطيت الpiece of iron جوه الwater ايه اللي حصل الwater surface حصل له rises up الwater surface سطح المية ارتفع جوه السيلندر okay the water rises up to 110 centimeter يبقى لنا كده على طول الزيادة دي في الريدنج جات منين يبقى الزيادة في الريدنج هي الفوليوم بتاعت الايرن يعني في المسألة دي هو لاعب في حتة الفوليوم يعني هو هنا مديني الماس ايرن على طول قال لي الماس ايرن 78 جرام طب تمام مش مديني بقى الفوليوم جايب لي كده لفة عشان انا حدد منها الفوليوم ايه بقى اللفة دي قايل اللفة is 100 سنتيمتر كيوب تمام ولما حطيت البيث of iron كي الووتر سيرفرس حصل رايزنج اوب سطح الماء يرتفع كي وبقت الاراية ايه 110 سنتيمتر كيوب التن الزيادة دي جات منين يعني هيك 100 بقت 110 التن الزيادة دي جات منين يبقى التن دي هي ايه هي volume of iron هي حجم الا iron piece كي find the dynasty of iron هو عايز بقى ان احنا نحسب ال dynasty طيب هنا بيقول في solution the volume of the iron piece equal the volume of water and the piece of iron minus the volume of water كي ال volume او الاراية اللي كان فيها iron piece and water كي وان ماينس منها ال volume of water كي فالفرق بين الاتنين هيدين الايه volume of iron كي طبعا الكبير minus الصغير كي 110 عشان دي كانت الاراية بتاعت ال iron والووتر مع بعض كي minus 100 كي عايز احسب volume of iron piece كي يبقى the volume of iron piece equal the volume of water and the piece of iron كي minus the volume of water كي يعني equal 110 minus 100 يبقى ايه 10 سنتيمتر كي تمام خلاص اجي اطبق الرول بتايا عشان احسب دي كي يبقى the density of iron equal ايه m over v او m divided by v الامة هو مدهالي 78 تمام والv اللي انا حسبتها اللي هي 10 يبقى the density of iron تطلع كام 7.8 7.8 ومنساش اكتب اليونت بتاعتي gram per centimeter cube كي هنا بيقول لي notebook دي notebook طبعا when a solid body submerged يعني اضغمر كي when a solid body جسم المصال غمرنا يعني في الووتر when a solid body submerged in a non-volume of water حجم معلوم من الووتر non-volume of water the amount of increase in the volume of water الزيادة بقى في الvolume of water is equal to the volume of a solid body الزيادة في حجم الووتر هتساوي الايه حجم ال solid body اللي انا حطيته جوه الووتر اوكي اللي انا عملتله submerging اوكي اما اجيب اي حاجة لو جبت nail يعني iron nail اوكي وكان عندي water volume equal 150 سنتيمتر كيوب يعني انا جايبة سيلندر وحط فيها water وخدت الاراية لقيته 150 وبعدين جبت iron nail وعملت له submerged يعني غمر يعني حطيته جوه الووتر اوكي لقيت ان الووتر level حصل رايزنج اوكي سطح الماء يرتفع ولقيت الاراية الجديد عندي 160 يبقى هي كانت 150 بقت 160 يبقى انا اعرف على طول ان الفرق ده اللي هو 10 سنتيمتر كيوب هو volume of the iron nail تمام ودي بنطبقها على اي على اي solid body اكي اذكروا الدرس ده كويس وبكرا ان شاء الله هنكمل اه حياة منهج رطيف جدا وكالعادة لو عجبكو الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته